كم وعكة صحية مريت مؤخرا؟ سمعنا أنك تختفي وتبتعد حتى عن السوشال ميديا بسبب وعكات صحية لا مو بسبب وعكات صحية عندما لا أجد شيئا ممكن أن يلفت انتباه الناس ما أقوله عني استماعت عندي صمت أهم من الكلام أحيانا ولربما صمت يعطيك يعني أهمية أكثر ليش؟ لأنه أنت مرح تطي شيء تقدر تسربيه الآخرين ولذلك تشوفني من أصمت يعني معنى أنا متهيئ لشيء آخر عانيت خمسين سنة تقريبا من السكر والضغط شون شون تخطيت هاي الأمراض؟ هذه مسألة استغرب أنه الناس يعني ما من تبهين لها كل ثاني خمسين سنة خمسين سنة أخذ حبوب مع الضغط والسكر نعم على أساس أنه الضغط والسكر مرض مزمن نعم حقيقة من خلال الوعي ومن خلال المتابعة مع المسائل الموجودة في جوجل والجوجل البحوث وليس أفكار الأطباء نعم وجدت أنه لا أنا لو نظمت غذائي بطريقة صحيحة ومارست الرياضة بشكل صحيح يعني شون الرياضة المشي نعم لا أكثر أقدر أن تصر على الضغط والسكر تستغني عنها وانتصار تصار خمس سنوات أنا لم أأخذ قرص واحد معقولة لا عن الضغط ولا عن سكر ومستقر عندك الضغط دائما حضرتك وسمعت أنك أخذت مؤخرا اللقاح كورونا بالعراق ما أخذت بالعكس لا أنا أنا معها أخذ اللقاح وأصريت يعني جزء من جيتي إلى العراق أن أقل اللقاح في بلدي لذلك زيت يوم 16 يوم 17 لقحت ألف صحة أستاذ فارو